اشتركوا في القناة لو انت اول مرة تشوف القناة انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من المتابعين هنتكلم النهاردة عن تقرير وزارة الصحة السعودية عن اعداد المصابين بفيروس كورونا وحالات الوفاء وحالات التعافي اليوم الاحد واحد وعشرين ستة الفين وعشرين الموافق تسعة وعشرين شوال الف وربعمية واحد واربعين اليكم تفاصيل الخبر الصحة تعلن عن تسجيل 3379 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد كوفيد 19 وتسجيل 3719 حالة وفاء اجمالي رحمهم الله وتسجيل 2213 حالة تعافي ليصبح اجمالي عدد الحالات المتعافية 101 130 حالة ولله الحمد لو اتكلمنا عن حالة قصة حالة اليوم خلال زيارة عائلية فرض مصاب لم يتخذ الاجراءات الاحترازية تسبب في عدوة 21 فرضا من اربع عائلات منهم كبار سن واطفال منها حالتين حارجة تخضع للرعاية الطبية اما لو جينا نتكلم عن الحالات الجديدة زي ما قلنا 3379 حالة حالات التعافي الجديدة 2213 الوفيات 37 بعد كين هنتكلم عن الحالات حسب المدن يعني كل مدينة كم حالة النهاردة الاحد الرياض سجلت 668 جدة 342 مكة 340 الدمام 225 القطيف 216 الطائف 179 المدينة 165 خميس مشيط 127 الهفوف 102 الخبر 77 حائل 77 نجران 69 ابهة 59 بريدة 51 الجبال 40 صفوة 40 المبرس 39 حفر الباطن 37 رست النورة 27 الخارج 27 جزان 19 الدائر 18 بيجيج 17 المزحمية 15 عنيزة 14 بيشة 14 وينبع 13 وبكده وصل اجمال الحالات في المملكة العربية السعودية الى اليوم اجمال الحالات 157 612 اما اجمال حالات التعافي 101 130 وإجمال حالات الوفيات 1267 حالة 55 2015 حالة نشطة منها 2027 حالة حارجة وبكده عالميا وصل الفيروس اللعين الى 8.808.301 حالة وإجمال حالات التعافي 4.375.098 حالة وإجمال الوفيات عالميا 464.715 حالة نتمنى الشفاء لجميع المصابين وربنا يرحم التوفاهم الله كان معكم كريم الهندوي قدمنا لكم تقرير الوزارة السحة السعودية عن اعداد المصابين بفيروس كورونا وحالات الوفاء اليوم الاحد 21 ستة الفين وعشرين الموافق 29 شوال 1441 ما ننساش اللايك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر